فلسطينيون 300 ألف دول خرجوا أكيد مش كلهم فلسطينيون في فلسطينيون وعرب وفي بريطانيون متعطفين ليه أصدت هذه الإشارة؟ أصدت الإشارة أن هناك بريطانيون متعطفون وفي أمريكا في يهود متعطفون وكذا وكذا لكن الغرب كغرب في تعبير شعب كده ما فيش ما يجيش من الغرب حاجة سر القلب صحيح الغرب كغرب قولا واحدا هو مع كيان الاحتلال الإسرائيل ليه؟ لأنه ده تاريخيا الصهيونية حركة غربية ده نمرة واحد نمرة اتنين الغرب الذي يتفاصح ويتحدث وينتفق غرورا باسم الديمقراطية حقوق الإنسان لا يوجد كيان أكثر وحشية في التاريخ الإنساني من تاريخ الاستعمار الغربي سواء كولينيالي أو ما بعد كولينيالي ثلاثة إسرائيل بالنسبة لهذا الغرب كما قال بايدن نفسه نروح بعيد ليه؟ يعني ليه هنروح لوسخة كامبل بانيرمان سنة 1907 اللي قالت اعملوا حاجة هنا حطوا حد هنا يفصل مشرق العالم العربي عن مغرب وسنة 1917 يطلع وعد بالفور وبالفور ده كان معاديا للسامية معاديا لليهود كان من يتبنون فكرة أن معنة أوروبا لا تحتمل هذا الكم من اليهود انت عارف في الأوروبا كيف عاملها يعني صاحب الوعد هو نفسه معادي للسامية معادي وكان رئيسا للوزراء من قبل كان رئيس وزراء وواعدين بقى وزير خارجي لما كان رئيس وزراء رفض جرعات معينة من استقبال الهجرة اليهودية بعد كده لما تبنتها بريطانيا ما احنا عارفين ان وعد بالفور ومشروع قامة وطن قوم اليهود في الشرق الأوسط هو هدفه مش خدمة اليهود ده التخلص منهم في أوروبا بالضبط النازي هتلر قبل ما يشن الحرب سنة 1933 عقلت الحركة الصهيونية بزعامة حايم وايزمن اللي هو أول رئيس لما يسمى دولة إسرائيل المعترب بقى من الأمم المتحدة وقتها اتفقوا على أن تدفع الحركة الصهيونية تيسيرات وقروضة مالية لنظام هتلر مقابل أن يدهم اليهود بدلا ما يحرقهم صح عشان احنا عاوزينهم في مشوار بعد كده حصل بعد كده التجمع اليهودي ليشوف برعاية الانتداب البريطاني إلى آخره ثم تبنت بريطانيا وفرنسا وقت أن كانت بريطانيا وفرنسا سيدة العالم على تفاوت أخدار ثم لما انتهت أسطورة بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس في حرب السويس دخلت أمريكا على الخط من أيزنهاور ونظرية ملء الفراغ ثم بالقرب من سبعة وستين مع الخلاف مع عبد الناصر وقفع الأمح وغيره بدأ التلثيب لسبعة وستين من الوقت ده صارت عبارة إسرائيل وأمريكا شيء واحد إسرائيل هي أمريكا وأمريكا هي إسرائيل جمال عبد الناصر مثلا كان يرد هذا التعبير دائما